التقرير الشهري الجديد لمنظمة شعرها السواج الدولية حول انتهاك الحقوق المشروع والإنسانية للمسلمين الشيعة خصصت منظمة شعرها السواج الدولية تقريرها الشهري الجديد حول أبرس حالات انتهاك حقوق الإنسان والمشروع ضد المسلمين الشيعة والممارسات الإنسانية بحقهم خلال الشهر المنصر وجاء في هذا التقرير إحصال عديد من العمليات الإرهابية التي اقترفتها المجامع التكفيرية بحق المسلمين الشيعة وكذلك عمليات القمع والتعذيب الممارسة بحق الشيء من قبل بعض الأنظمة الاستبدادية والقمعية والديكتاتورية وأكدت المنظمة على أنها اعتمدت على هذا التقرير على مصادرها الخاصة وبعض المصادر العامة كالأفراد والجماعات الناشطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان المنتشرين فيها البلدان التي تشت تلك الانتهاكات كما لفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قد أحجمت عن بعض ذكر الانتهاكات نظرا لغياب الدلال والقرآن المؤكدة على الرغم من تيقنها بوقوع تلك الانتهاكات في بعض البلدان